ضمن احتفالات كنائس العالم بعيد ارتفاع الصليب المقدس بحسب التقويم الغربي أقيمت في العديد من الكنائس الأردنية القدديس الاحتفالية بهذه المناسبة المباركة بحضور المطارنة والأباء الكهنة والشمامس والرهبان والراهبات وحشود غفيرة من المؤمنين فضائية نورستات ومن خلال مكتبه الإقليم في عمان وانطلاقا من رسالتها الإيمانية قامت بتقطية العديد من هذه الاحتفالات وعدت التقرير التالي تحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المقدس على يد القديسة هيلانة ويرتبط هذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجثة وبهذه المناسبة المباركة أقامت الكنائس الأردنية وبحسب الطقس الغربي القداديس الاحتفالية والصلوات الإيمانية بحضور أعداد كبيرة من المؤمنين ففي بلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء وبتنظيم من جمعية راهبات الصليب ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطليركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً بمناسبة عيد ارتفاع الصليب المقدس وذلك في باحة بيت العناية الإنسانية في الفحيص بمشاركة الكشافة وبحضور عدد من الأباء الكهنة والراهبات وحشد كبير من المؤمنين من رعاية متعددة سبشت لله في الآلي وعلى الغرض السلام أنت وحدك القدوس هليلويا هليلويا أنت وحدك العلي هليلويا هليلويا وتحدث سيادته في عيضة القداس الذي حضرته راهبات الصليب المشرفات على بيت المسنين عن أهمية هذه المناسبة ومحبة المؤمنين لهذا العيد الذي به خلاصنا وحياتنا طالبين المغفرة من الله على جميع خطايانا وزلاتنا لذلك الصليب علامة انتصار مع السيد المسيح لم يعد الصليب علامة للألم ولكن علامة الانتصار لذلك الصليب هو علامة رجاء بالنسبة لنا رجاء أن ابن الله قد تألم معنا وقد حمل صليبه لذلك نحمل صلباننا ونرى في هذا الصليب علامة رجاء لنا ودليل خلاصا لنا وللجنس البشري وختم المطران خضر القداس بصلاة من ثم توجه الجميع لإشعال النار وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين وفي مطرانية الروم الملكيين أم السماق وبمناسبة عيد الصليب المقدس أقامت الرعية قداسا احتفاليا ترأسه سيادة المطران جوزيف جبارة مطران الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن عاونه في خدمة القداس الأب لارشمندريت بسام شحاتيت والأب عماد بواب بمشاركة جوقة الكنيسة والكشافة والشبيبة وبحضور أبناء الرعية وفي عظة القداس تكلم المطران جبارة عن الصليب في حياة المؤمن وأن الله أحبنا وبدل نفسه لأجلنا وتل القداس عزف لفرقة الكشافة وتوزيع الرمان على الحضور من الرعية وبهذه المناسبة المباركة احتفلت رعية القديس يحن دي لسال لفرير بعيد رفع الصليب المقدس حيث ترأس القداس راعي الكنيسة الأب إبراهيم نفاع بمشاركة جوقة الكنيسة وحضور عدد كبير من المؤمنين وقام على خدمته مجموعة من أبناء الرعية وفي العظة تحدث راعي الكنيسة الأب نفاع عن قدسية وسر الصليب المقدس ومعناه في حياتنا كونه علامة المجد والانتصار على الخطيئة وفي نهاية القداس قامت الرعية بدورة في ساحة الكنيسة تلاها إشعال النار وتوزيع الرمان على الحاضرين كرمزية للاحتفال وبذات المناسبة احتفلت كنيسة القديس ميخايل في السماكية بعيد ارتفاع الصليب بقداس احتفالي ترأسه كاهن الرعية الأب خالد قمو بمشاركة الشماس الإنجيلي زعل حجازين والأخوات الراهبات والفعاليات الشبابية وجمع من أبناء الرعية وبعد القداس أقيمت دورة في شوارع البلدة بذخائر الصليب المقدس وإشعال النار وتوزيع الرمان على المؤمنين وأخذ البركة وفي إربد احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بقداس عيد ارتفاع الصليب المقدس ترأس القداس كاهن الرعية الأب غالب بواب وساعده في الخدمة الشماس عماد حداد وخدام الهيكل بحضور جمع كبير من المؤمنين وبعد الانتهاء من قراءة الإنجيل قال الأب بواب في عظته إن عيد رفع الصليب هو إعادة تجديد وإحياء الحدث التاريخ في يوم الجمعة العظيمة وأن احتفالنا بهذا العيد نابع من إيماننا بيسوع المصلوب القائم بين الأموات شمل القداس منح البركة للورد والشموع لتوزيعها على المصلين استعداداً بالدورة الاحتفالية وزياح الصليب المقدس وفي نهاية القداس جرت الدورة الاحتفالية حيث قام كاهن الرعية بإشعال نار الصليب المقدس الذي يدل على الانتصار والنور وسط أجواء موسيقات الكشافة كما احتفلت كنيسة السيدة العذراء للروم الكاتوليك جبل عمان بعيد ارتفاع الصليب المقدس وذلك بقداس احتفالي حضره عدد كبير من المؤمنين ترأس القداس كاهن الرعية الأب نادر ساؤو بمشاركة راعي كنيسة مار يوسف في جبل عمان الأب فراس نصراوين وراعي كنيسة سيدة البشارة في الويبدة الأب سيمون حجازين وبعد ختام القداس انطلق الكهنة والمؤمنون إلى كنيسة القديس يوسف للاتين المجاورة لكنيسة العذراء لتكملة الاحتفال لمنح البركة الختامية بإشعال النار وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين بإشعال النار وتوزيع ثمار الرمان على الحاضرين أكتب الإقليمي لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل أن يتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة المسيحيين في الأردن والعالم راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة وأن يحفظ الأردن ملكا ووطنا وشعبا وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام